اشتركوا في القناة اعجازا واضحا يا تجلى لذلك الله تعالى سمى كل آية سماها آية والآية في اللغة هي المعجزة الواضحة سبحان الله دعوني أتأمل معكم هذا الموقف الذي حدث لسحرة فرعون الذين هم أشد كفرا ونفاقا وعنادا ورياءا عندما رأوا المعجزة ماذا حدث لهم سجدوا لله أمام عظمة هذا الإعجاز لذلك لماذا نؤكد نحن على أهمية أن تتعمقوا في الإعجاز لأن الإعجاز سوف يغير حياتك بالكامل ليست مجرد اطلاع على معلومات بل هو التغيير لمنهج حياتك تأملوا معي هذا الموقف عندما رأى السحرة عصى موسى الحقيقية تتحول إلى ثعبان حقيقي يلتهم حبالهم وعصيهم ورأوا معجزة واضحة ماذا فعلوا وألقي السحرة تساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون سبحان الله هؤلاء السحرة الذين كانوا يطلبون المال من فرعون والتقرب إليه وكان يعدهم بالمناصب والسلطة والمال انقلبوا عليه عندما رأوا هذه المعجزة وقالوا له إنا إلى ربنا منقلبون سبحان الله إذن أيها المؤمن اعلم أن الإعجاز العلمي هو وسيلة لتغيير حياتك نحو الأفضل عندما تقتنع مئة بالمئة بصدق هذا القرآن بصدق وعد الله سوف يتغير سلوكك بشكل كامل دعوني أتأمل معكم هذه الآية أيضا من الجزء التاسع الله تعالى يقول ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون هذا مثال ضربه الله لشخص آتاه الله آياته آتاه الله القرآن وعلمه الحكمة ولكنه ارتد وانقلب وكفر وأخلد إلى الأرض مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث سبحان الله هذا الإنسان إن سلخ من جلده آتيناه آياتنا فانسلخ منها لماذا هذا التعبير العلمي ما علاقة الجلد بالانسلاخ بأن يلهث الإنسان الحقيقة الإنسان كيف يصرف أو يوازن الحرارة من خلال من خلال التعرق نعلم ذلك يعني هذه أمور علمية معلومة أنت عندما آآ ترتفع درجة حرارة الوسط المحيط فإن الجسم يفرز هذا العرق ليعطي بعض البرودة لجسمك وبالتالي يحدث توازن حراري الكالب ليس لديه هذه المسامات كيف يوازن جسده حراريا يلهث يدخل الهواء إلى إلى داخله ويخرج ويبقى يلهث حتى يوازن سواء تعب أم لم يطعب يعني حتى وهو جالس ويلهث سبحان الله كأن الإنسان أيها الأحبة الذي ينسلخ من آيات الله يتخلى عن آيات الله مثل الإنسان سلخ منه جلده فأصبح هذا الجلب مثل جلد الكلب ليس فيه أي توازن حراري وأي مسامات للتعرق أو غير ذلك فبدأ يلهث ليعوض سبحان الله يعني دقة علمية مذهلة من أين جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلم وهذا التشبيه الرائع إن الله هو الذي علمه لتكون هذه الآيات دليلا على صدقه صلى الله عليه وسلم موسيقى